طبعا بالتأكيد قرار البحكمة الاتحادية رقم 24 اشترط أن تعقد الجلسة تفتتح الجلسة نصاب الجلسة أن يكون بأغلبية ثلثي مجموعة العدد الكلي للبرلمان يعني أن يكون الحضور لا يقل عن 220 نائب تفتتح بهم الجلسة ثم بعد ذلك يتم التصويت بحضور هذه النسبة عن طريق الاقتراع السري المباشر عبر الصناديق يكون التنافس بين الأربعين مرشح يخرج منهم أعلى الفائزين الاثنين أعلى فائزين الاثنين يتحولون إلى الجولة الثانية في حالة عدم الحصول على هذه النسبة هذا مختصر استاذ سعد لإجراء الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية في حالة عدم تحقق ذلك يعني عدم تحقق هذه النسبة الـ 220 سيضطر رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة وتأجيلها طبعا يحق له أن يؤجلها إلى موعد لا يزيد عن ستة أربعة لماذا؟ لأن القرار المحكمة الاتحادية قال فتح باب الترشيح لمرة واحدة وافتتح الترشيح في ستة ثلاثة والمادة 72 من الدستور تقول أنه المدة مدة انتخاب الرئيسية 30 يوم فلدينا 30 يوم تبتدأ من ستة ثلاثة إلى ستة أربعة هو يستطيع أن يؤجلها إلى ستة أربعة لكن بعد ستة أربعة ندخل في المحذور الذي تحدث عنه السيد مقتدى الصدر ولربما نكون أمام حل البرلمان بالتفاصيل الواردة بالمادة 64 من الدستور ترجمة نانسي قنقر